بصمتٍ أو بصوتٍ عالٍ مع هتافاتٍ ورقضٍ أو دون حراك يلتصقون بالشوارع يقطعون الممرات ويرشقون اللوحات هم نشطاء المناخ كابوس رجال الشرطة يكفي أن تكتب كلمتين نشطاء المناخ في محرك بحث جوجل ليأتيك الرد مصحوباً بكلمة الشرطة لا فرق أي شرطة أمريكية، فرنسية أم ألمانية وبريطانية فجميعهم يرون نشطاء المناخ بعيون الحذر والخوف الجيل الأخير لواء المتمردين الأحمر وغيرها من الأسماء الغريبة التي تشبه تصارفاتهم في معظم الأحيان خاصةً عندما يتسللون إلى المعارض ويفجرون المفاجآت تماماً مثل ما فعل مئة ناشطٍ بيئي اقتحموا معرضاً لبيع الطائرات الخاصة في جينيف وربطوا أنفسهم بسلاسلة في ممرات الطائرات من أجل منع المشترين المحتملين من الدخول صوراً وفيديوهات توضح ما يقومون به تترجم عبارة غير المألوف في أعمالٍ تندرج ضمن أعمال العصيان المدني بنظر الشرطة التي جعلتهم يألفون طريق السجن ذهاباً وإياباً نافورة روما سوداء ولوحة لفانغوخ بالحساء وما لم تراه من قبل في الاعتداءات المتكررة لنشطاء البيئة والمناخ والتي ارتفعت وطيرتها في الآوينة الأخيرة بزعم الدفاع عن الكوكب كما يقولون ما استدعى إصدار تحذيرات وجهت إلى العديد من المتاحف الوطنية في أوروبا لزيادة الحذر الأمر لم يقتصر على تحذيرات المتاحف ففي ألمانيا نفذت الشرطة عملية واسعة ضد حركة الجيل الأخير المتهمة بأعمال تخريب في خط أنبيب النفط تريستي إنجلوشتات وجمدت حسابات وأموال قيل إنها تجمع للقيام بأعمال غير قانونية صراع يدعي الطرف الأول فيه أنه يدافع عن الكوكب والبيئة بينما يرى الطرف الثاني أنه يطبق القانون ويحمي الممتلكات وما بين الأول والثاني تضيع الحلول في غمرة الكلام الكثير حول حماية الكوكب